يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا المقصود تجفافا كما ذكر النووي التجفاف قال شيء يلبس الفرس ليتقى به الأذى قال وقد يلبسه الإنسان يعني هذا من علامات الزهد الخشونة في العيش يعني قد يلبس لباسا ما يجد لباسا كثيرا فيضطر أن يلبس مثلا صوف أو شيء لا يعني يظهر عليه الوسخ حتى يعني ما يعني يضطر إلى أن يعني يشتري ألبس كثيرا لأنه لا يجد لأنه فقير فقال فأعد للفقر تجفافا يعني هيئ نفسك وطن نفسك على أن تكون فقيرا قد تكون فقيرا فلا تتسخط لا تجزع إذا أصابك الفقر طبعا ليس المقصود هنا أن الإنسان يتعمد يوقع نفسه في الفقر يبتعد عن الوظيفة في الدنيا وينفق كل ما له يبقى ملوما محسورا لا طبعا الله تعالى قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني بالبخل ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وإنما المقصود أن الإنسان إذا ابتلي بشيء من هذا فليهيئ نفسه حتى لو اضطر إلى لبس الخشن من اللباس فيهيئ نفسه حتى لو اضطر أن يأكل كسرات من خبز مثلا ما يجد غيرها يهيئ نفسه يقول فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السير إلى منتهى انظر السير إلى منتهى كيف يصب سريعا إلى منتهى فكذلك الفقر وهذا يعني ليس على سبيل الإطلاق وإنما الغنى والفقر هذا ابتلاء من عند الله تعالى أبو بكر رضي الله عنه هو أقرب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان من الأغنية عثمان رضي الله عنه كان من الأغنية عبد الرحمن بن عوف طلح بن عبيد الله وهكذا جمع كثير من الصحابة كانوا من الأغنية لكن مقصود أن الإنسان إذا ابتلي بشيء من هذا فليصبر وليرضى وليقنع بما أتاه الله ولا يتسخط